وجه رئيس عبدالفتاح السيسي بحشد الطاقات الإبداعية بمجال نشأة الأطفال من مفكرين وعلماء وفنانين بهدف بلورة استراتيجية وطنية متكاملة لبناء شخصية وقدرات الأطفال من المهد جاء ذلك خلال استقبال رئيس السيسي الكاتبة سمح أبو بكر عزة المتخصصة في مجال أدب الطفل بحضور وزيرة الثقافة إناس عبدالدايم وصرح متحدث الرئيس السيسي أكد أهمية أدب الطفل في التوعية الهدفة للأجيال المستقبلية بشكل مبسط ومستساغ بخصوص محاور الأمن القومي لمصر وسبل تحقيق التنمية المستدامة فضلا عن إذكاء الحس الوطني لدى الأطفال